العلاقات الاقتصادية وتقافية ناقصنا في اجتماعنا اليوم المسائل الثنائية العلاقات الثنائية والتي تتعلق بكيفية التوسيع وبناء العلاقات التجارية بين البلدين وفي هذا المجال ناقصنا كيفية بناء العلاقات النفطية بين العراق والباكستان ومسألة تصدير النفط العراقي الى السوق الباكستان وكيفية تجهيع العلاقات الاجتماعية والسياحة الدينية وفي هذا المجال تطرفنا الى مسألة سمات الدخول والتعامل مع سمات الدخول ومع سمات الدخول والعمل في سبيل رفع سمات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة الدينية من باكستان الى العراق كما ناقشنا كيفية ايصال العراقين الى باكستان ومنحق الباكستانيين الى العراق عن طريق الخطوط الجوية العراقية او الفاكستانية ناقشنا الوضع الاقليمي العراقات الخطوط الجوية العراقية الى العراقات الباكستانية الى العراق ونحن مسوعداء حينما نسمع ان السياسة الجديدة فى باكستان تزماند خلال البناء السلم في المحيط الأقليمي والحفاظ على الأمن في المحيط الأقليمي وفي هذا صدد أكدنا أن أهمية بناء العلاقات الجيزة بين الهتم وقرسة السلم في المنطقة وفي العالم الاند و باكستان دولتين يتم لهم دور مهم في المنطقة وفي العالم كما نقشنا الوضع الأبغاني والعملية السلمية والمفاغات السلمية التي تجري للوصول إلى حالة استقرار في أبغانستان نقشنا هذه المسائل من منطلب أن الإرهاب تحديد لباكستان والمنطقة والإرهاب تحديد للمجتمع العراقي الكثير من القادة الإرهابيين في العراق كان لهم دورات تدريبية في أبغانستان وتبنوا نفس العقيدة الإرهابية في أبغانستان ولهذا تعاون في هذا المجال تعاون حيض محاربة الإرهاب جزء من السياسة التي نتبعها ونتعاون مع دول الأخرى في سبيل محاربة الإرهاب في بلدنا وفي البلدان الأخرى لسيد الوزير برنامج مكثف بالإضافة إلى لقائه بسادة المسؤولين العراقيين فله برنامج لزيارة العتبات المقدسة سواء في بغداد أو في النجف وكربلا مرة أخرى ورحب بزميلي وزير خارجية باكستان ونتظلع إلى علاقات قوية صميمية مع جارة باكستان وأهلا ومرحبا به وشكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أريد أن أقول في البداية أن البداية باكستان هو مقابل ومقاة تفايل عراق ومقاة المقاة ومقاة المسؤولة العراق نعلم أننا نعلم المساعدات الإرهابية التي تجعلها في قاتل الأرهاب نضغط المساعدة في أرهاب وكيف يمكن أن تؤثر على أرهابنا 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 أريد أن أقوم بإمكانك المساعدة للحكومة العراقية للحكومة العراقية أنه هو أرهابنا وكيف يمكن أن تؤثر على أرهاب في حالة المساعدة على طريق أرهاب فى مارچ ثم يحصل على أرهابه ومساعدة العراق في باباو كوفيد-19 أنا هنا اليوم ببعضًا لنرى كيف يمكن أن تقوم بإمكانهم 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 جيدا. نحن نحن نقوم بإمكانهم بإمكانهم الآلاقات الثنائية Here we can help each other. We can help each other for about all countries, talk in Pakistan, help Iran in its security. Talking about getting to Iran to pour fillard energy needs. كيف يمكننا أن نضع لع HELP إجراء العربية؟ كيف يمكننا نضع في الضوارة إجراء العربية؟ كيف أن نساعده في الإجارة الإجراء؟ نساعد في المجال الصناعي للإعراق؟ فالشغل الوادية التجاريخية الأشعار كما تزيد الحراجية وعليها وما الارهاب الأشعار كما تفعل هناك ثم أرهاب لتحدث الامجة من الوادية الجرشية و這些 أهم من أن أغني من المشروع السفل إلى عن الرغمات و المواجأة الثالثة المواج escr прим! و أهstrings مواجهش قد أغني أن أصنع عبركم ربما نتعفل ذلك المترجم للقناة المترجمات، كما تقول، يمكن أن يكون مهمة. وأنا أيضا لقد أسعر مؤسسة للعالم على المعارضة على المعارضة المعارضة على المعارضة التي يشتركها في مقابلها، ومعارضة التي يشتركها في مقابلها توقف على بركستان من المشتمع التقرير هي مسؤولية مشتركة. The United States and coalition forces have made a decision of withdrawal. But along with that withdrawal, what is needed is the peace process moving forward. Because we do not want Afghanistan to go back to the 90s. We do not want the people to strike. But we are using the withdrawal in the 90s. And that is why, collectively, all regional players have to join hands for a peaceful, stable, democratic, sovereign, prosperous of Afghanistan. On the situation of peace in South Asia, I shared with the foreign minister the new approach of Prime Minister Imran Khan's government, about how we want to have peace in that entire region. To achieve our objective of geo-economics. And to give Pakistan economic security to have been required. To promote investment in Pakistan. To have growth in Pakistan. Real jobs in Pakistan. To alleviate people from beneath the poverty line. People living beneath the poverty line. China is a very good example. How they have pulled out the region from poverty. I have a lot of other engagements. I cannot go on. I have received a president, the Prime Minister, the Minister, and I have to get advisor. But, we will be meeting for lunch. And what could not be discussed in the meeting, I will be taking up to this issue. And I would love to hear your views on the serious situation. I would love to hear your views on the Palestinian situation. I would love to hear your views on the Palestinian situation. I would love to hear your views on the Yemen situation. You know, there are some point of view. For a better understanding. And I would love to invite you to the next CFM meeting. Pakistan will be hosting the next OIC, Council for a Muslim meeting, in March 2022. I would love to see you there. But that's too long. I want to see you earlier in Pakistan. And Mr. Prime Minister, that very graciously accepted the invitation. And we both asked the respective ambassadors to come up with the firm stage of the Prime Minister's visit to Pakistan. To go home and see you in Pakistan. Thank you. Thank you very much for the Pakistan Minister. Thank you. Thank you.